موسيقى والله أولا مساكم الله بالخير ومشاهدينكم بالكرام هذه هي سعادة وفرحة لكنها ثقل وأمانة من المسؤولين من معالي المستشار تركاء للشيخ ابو ناصر من هيئة الترفيه من صلة أني أنا أكون في البدايات لازم أقدم شيء تدري الفزة ففزة هذا إن شاء الله أقدم شيء فهذا حمل على تشتافي لكن أنا إن شاء الله قده بما أن أنا وراي هالناس ودعمين لي سواء القيادة أو الجمهور الكريم جمهور الرياض اللي هو الداعم الأساسي لنا فإن شاء الله أكون قدهة ومثل ما كنا قدهة في المرات السابقة رح نكون في هذه المرة والقادم إن شاء الله نحن والله يعني للكثير هذا قلت لك أنا لنا هو الداعم الأساسي الجمهور العرضين نحن يعني راضين فيهم لكن نتمنى الثلاثة نفس المواسم السابقة يعني نتحدى مع أبو ناصر ويتصالوا نقول يلا نفتح نقول يلا تفولون ويفتعنا يعني للحياة هذه إن شاء الله نوصل حق الثلاثة نتحدى نفسنا بالثلاثة ولو نقدر أربع عام أربعة المسرح هي تتكلم عن الزواج ومشاكل الزواج الشائعة دائما الطبقية الأصول المشاكل هذه الثقافة الفرق الثقافي ما بين المرأة إذا كان دارس الولد ولا مو دارس تدري الحين بناتنا إذا هي مثلا عندها ماجستير ما تبي واحد مثلا خريج ثانوي ولا حتى دبلومة تبي واحد نفسها فإحنا قاعد نعرض هذه المشاكل الاجتماعي نبي نوصل للناس من خير المشاكلهم اللي تمسني وتمسك ببيتنا وببيتك فيها هذه المشاكل قاعد نعرضها بشكل رسالة نقدمها للناس وقاعد نقول شنو المفروض نسوي لكن هو مو فرض لأن كل واحد وقناعته وإحنا مجرد رسالة نرسلها للمتلاقي وهو عليه ياخذها وأولها مثل ما هو يبي اليوم نشهد أولى مخرجات مصنع الكوميديا فنانة شابة سعودية اليوم تشارككم في المسرح حدثنا عن هذا الشي يعني تخيل أنت بنتك تخرجت وأول يوم دوام فأنا هذا شعوري هم عيالي كلهم سواء اللي اخترناهم أو اللي ما اخترناهم عشنا معاهم فترة فصاروا جزء مني أنا اليوم خايف أكثر منها ودي يعني بتحصلني بالكالوس أنا يعني أنطر الصفقة أنطر الناس يضح كلها أنطر الاستقبال وجمهور السعودي أكيد 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 أنا واثق وقايل لها أن ما راح يخيب ظنه مثل ما دعمنا إحنا عياله ما راح نقول إحنا من الكويت إحنا قلنا عينين في راس هذا خارصين مننا الكلام إحنا اثنين نواحد مثل ما دعمنا إحنا أكيد بيدعم بنديرته وبرح نقدم له شيء حلو وهي بتقدم شيء حلو وهي ممثلة حلو هي وباجي أخوانها اللي تخرجوا بعد مبادرة مصنع الكوميديا اللي شفنا ما شاء الله مخرجاتها مميزة من شباب وشابات سعوديات في شيء يدور في باقه فراسك اللي هو المسرح الجماهيري أو شيء وش عطينا تفاصيل عنه هذه خطة وضعها المعالي من زمان أنه اللي يتخرج إن شاء الله راح نعرضها للسوق بحين العبير ورح ندخل ممثلين بعد في مسرحيات أخرى رح تيجي للموسم بعدين رح نعمل لهم مسرحية ورح نعمل لهم تلفزيون ورح نعمل يعني مهدينهم المواهب وإن شاء الله الجزء الثاني من مصنع الكوميديا يكون في منطقة ثانية ونختار مواهب أيضا وندخلهم ونثري الساحة الجماهيرية نثري المسرح الجماهيري السعودي الكوميدي مسرح الجماهيري السعودي كان دائما في كل لقاء وكلها أذكر كامل الكلام عشان لا يقولون المسرح موجود ومو البلام بيسوي البلام ما رح يسوي فن بالسعودية الفن قائم قبل لا ينخلق البلام وغيره لكن احنا نتكلم عن جزئية بسيطة هي مسرح الجماهيري احنا الآن تشوف في الموسم من المواسم السابقة يعني مسرحيتين أو ثلاث جماهيرية سعودية قدمت ناصر فيصل عيسى ناصر غصبي طبعا بوراكان كلهم أسعتذوا إخواني ها أنا أقول أن العلاقة بيني فأقول أسامهم فايز المال كي قدم في تجارب لكن ما في شيء نبنى على أساس أن دام في دعم الآن من دولة الوحيدة بالعالم تدعم هذا المكان فأحنا أسسنا هذه الفرقة إن شاء الله بدعم من من الهيئة الترفية ومثلا بمعالي المستشار أن احنا نخلق مشرح جماهيري سعودي كامل مو بس على الستيج الدام الستيج الناس وراء الباكستيج أهم عندك كواليس عندك مؤثرات صوتية عندك إضاءة كامل مخرجين موجودين بالساحة السعودية مخرجين كثير وعندهم جوائز وأفضل مني ومن وايد مخرجين جو هنا الموسم لكن نتكلم أنا أشياء بسيطة الأزياء الديكورات الاكتسواء شيء تدري أنت الكالوس أكثر من اللي على خشبة المسرح فأحنا نجهز كل هذا تخيل أن نكون مسرح كامل بطاقات السعودية يكون أخضر هذا جميل ومختلف وميز إن شاء الله أخوك العبد لله بدعم من المعالي والأخوان في صلة وفي الهيئة كلهم اللي قاعد يدعموننا إن شاء الله نوصل لهذا السنة السنة اللي بعدها راح نجتهد لين نوصل بعدين سألني بجيك بعد سنتين ثلاثة أربعة بعدين سألني شنو شعوري حقيقة أبدا السعر المباركة إن شاء الله الكواليتي والأفكار كلها قاعد تختلف إحنا كلما تصير تجربة كلما تعلمنا أكثر فمن الأول كان خنقول إذا كان شعبي وبسيط الثاني شوي ارتقينا إلى الطابق الرابع بعدين الآن إحنا وصلنا في السماء هو عليهم الآن السنة الجاية شنو بيفتتح مو هذه المشكلة أنت كلما سنة عن سنة والتطور هذا إنه وين بتودينها لكن أكيد الطاقات السعودية اللي ماسكة الإدارات اللي قاعد جهز كل هذا معالي المستشار سيدي سمو ولي العهد محمد بن سلمان قائدنا وملهمنا هو فوق هذا كله فأكيد إحنا بنوصل شيء أكبر وأكبر تأكد أنا متأكد من الآن إنه كل ما بنوصل بإذن الله إحنا لين نوصل حق الرؤية بعدين ما ندري شنو بنسوي بس أكيد غياداتنا حطة شيء الأفضل لنا كلنا لأن إحنا أكيد كلنا كل جهة من ضمن الرؤية كل مجال فأحنا دام إحنا قاعدنا نجتهد في هذا المكان فأحنا مبسوطين فخلنا بنشوتنا نفكر باللي نجحنا فيه الحين السنة ليايا أنا أقول لك المعالي قال في لغاء أكثر من لغاء هو خالص لـ 2027 وإحنا بشرك وإحنا جاهزين بالمسرح لـ 2027 كل ما يجهد السنة إحنا نجهد السنة معاه على طول معاه إن شاء الله طبعا مسؤولية كبيرة وقبل كل شيء من لا يشكر الناس لا يشكر الله أنا أشكر هيئة الترفيه وموسم الرياض والقائمين وأكيد على رأسهم ساعات المستشار ابو ناصر تركي آل الشيخ على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه المسؤولية الكبيرة التي التي تم يعني اللي حطنا فيها وإن شاء الله نتمنى من الله العلي القدير إن نحن نكون قد المسؤولية وقد يعني الشغل اللي أعطانناها في أن نحن نكون في الواجهة وفي بداية العروض وطبعا مثل ما تفضله في عدة لقاءات إنه بالفعل أخوي حسن البلام يمتلك من القاعدة الجماهيرية الجميلة قاعدة صلبة وهذا اللي يخلى أيضا الآن مثل ما تفضلت إنه معظم العروض تكون صلدات لأن لله الحمد أخوي حسن من نوع اللي يفكر بشكل صحيح إداريا وتنظيميا وهذا فبالتالي أكيد هذا نتاج لي سنوات عديدة من قبل ولله الحمد أصبح الآن يعني ركز نفسه فبالتالي لا تستغرب إنه هذه العروض تكون صلدات أنا بالنسبة لي حسن أخوي يعني يمكن حسن حتى بدأ معاي من خلال المسرح من خلال التلفزيون من خلال البرامج المنوعة فحسن بالنسبة لي يعني يعني أخي أخوي الصغير فممكن قد تكون شهادتي في مجروحة ولكن حسن إنسان جميل في البروضات إنسان ودود جدا إنسان كريم جدا الكرم لا أتحدث عن الكرم الإنساني أكيد هو يعني هذا شيء مفروغ منه لأن أقلت لك أنا هو أخوي فبالتالي أنا حتى العلاقات الإنسانية والأسرية بيني وبينه وروحاتي وأهل وأهلي هذا شيء مفروغ منه ولكن أنا أتكلم عن الكرم الفني الكرم الفني أو كيف يفتح آفاق لأخوان الفنانين الصغار وهذا الشيء أنا أشد على إيده وبارك الله فيه يعني لأنه هناك بعض المفاتيح وبعض الأسرار في الناحية الإنتاجية قد يبخل بها بعض الفنانين اللي يعطاها للشباب ولكن حسن كتاب مفتوح للبقية يتكلم بكل تلقائية وبكل عفوية وبكل محبة يعطي هذه المفاتيح أيضا للشباب لكي يكملوا طريقهم كل سنة صراحة الهيئة قاعدة يعني 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 تبهرنا بأشياء جديدة بأفكار جديدة بأفكار رائعة وراقية يعني الواحد يعني أصبح الآن يعني يعني قاعد يفكر ش اللي رح يصير سنة ليايا ش اللي رح يصير السنة لبعثها وبعدين الجدول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني تلقاه مزدحم جدا يعني هذه الإفنتات كلها أو الأحداث كلها اللي بتصير سواء الرياضية أو الفنية أو يعني فهذه هذه كلها تحتاج إلى إلى ترتيب ويعني أنا أنا مثلا حتى لو بأسرتي عيالي كل واحد فيهم عنده 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 توجه فهذا بيروحيني هذا بيروحيني هذا بيروحيني فما شاء الله ما شاء الله كل اللي نحتاجه بدال ما أنا أطير بطيارتي وأروح أفتر دول العالم من دولة إلى دولة علشان أحضر هذه الفعاليات الهيئة هيئة الترفيه مشكورة يابتهم كلهم هني علشان أنا في الرياض الحبيبة وفي هذا الموسم وحضرها فبالتالي علشان جي كلمة شكر لا تكفي للقائمين على الهيئة وشكرا لهم وموعد الصلاة أول شي صار وجهك مألوف كل سنة خلاص طبعا هذه ثقة كبيرة نحن نتحملها أن نحن نكون دائما من بدايات الفعاليات وهذه الثقة نحن نحترمها وصارت مسؤولية يعني على على ظهرنا أن نحن نقدم أفضل ما عندنا خصوصا أن نحن في الواجهة بداية الموسم تقريبا فهالمرة بعد محاضرين وجبة شدي خفيفة لطيفة اجتماعية كوميديا بنعرضها إن شاء الله في الموسم في الرياض بصورة مختلفة ديكورات مختلفة معنا عناصر جديدة إن شاء الله إن شاء الله يستمتعون معنا هذا الضغط الجميل اللي يحط لك مسؤولية بس إنه ثقة وحافز تتخيل يعني أن والنعم بالكل بس تعرف لما أبوك يميزك مع أن أحطك في الواجهة بس يدري أنك قد المسؤولية فإيه نفس الشيء فهو الضغط الجميل اللي يخليك تعطي أفضل ما عندك إن شاء الله والله أنا أحاول في كلمة سرحية يعني في سنوات قدمت مع أن أنا فاهمة بس ما وصلت للشيء اللي أنا أبيه فعلا صار لي حين شم سنة أحاول أن أنا كل سنة أطلع بشكل مختلف فإنت يمكن إذا شفت السنة اللي فاتت شيخ روحاني إن شاء الله إن شاء الله تشوف شيء مختلف هالمرة أم العروس أنا طبعا مو كل سنة يعني مو خطوة واحدة يعني آلاف الأميال قاعد يقطع الفعاليات كلها قاعدة تكبر بطريقة شفت البوكومون شفت البوكومون فهجأ يكبر بس بطريقة حلوة يعني أنا ما أتصور شلون شعور الفنانين إلا عندهم أعمال ومو مشاركين بهالحدث الكبير يعني أنا إنسانة جداً فخورة وسعيدة إن أنا من الموسم الأول مع أخوي حسن البلام وقروبنا الجميل نكون جزء بسيط من هذا الحدث العالمي الجميل العظيم سعيدة جداً بني أنا شاركت في الموسم الخامس الموسم الخامس في الرياض بأول عمل كويتي ابتتح يعني في المسرح بكر الشدي مو أحد يشيل المسرح بكر الشدي سعيدة بإني أنا بشارك فنانين كبار مثل القدير داود حسين زهر عرفات وحسن البلام والشباب يعني تجربتي صراحة ما أقدر أوصف لك سعوري أنا بكون أول سعودية تصحد على خجبة المسرح مع قروب البلام من بعد مصنع الكوميديا أنه أنا ترشحت وأنا اللي فزت بني أنا أكون معاه في قروبا سعيدة بهذه الفرصة اللي أعطوني إياها وأحب أشكرا على الفرصة هذه اللي قدمها لي وإن شاء الله نكون تشوفون المسرحية بتعرفون اللي أنا أتكلم عنها طيب حدثينك شوي عن كده دورك في المسرحية دوري أنا بنت حسن من أم من سعودية أتكلم سعودي أمثل ثلاث شخصيات في المسرحية على التفاصيل ثاني يعني حضر المسرحية وأنت أقول لي أكيد أكيد أنا أحس ب هذا الشي لكن القروب اللي أنا معاه كل واحد قاعد يدعمني من جهة يعني شايلين التوتر اللي كان موجود لما أجلس معاهم صراحة يعني ما قصروا معاهم كل هم قاعدين يدعموني وقاعدين يعلموني ويعني يحاولون لأنهم يخففون عني هذا التوتر لأنه مو بسيط يعني نجو مكبار اللي أنا بكون معاهم فطبيعي مو بسيطر مو بسيطر مو بسيطر